هذا ليس صحيح وهذا لا يمكن أن يحصل وتركيا أثبتت طول الأزمة السورية التي امتدت إلى أكثر من ثمان سنوات بأن تركيا لديها الكثير من النقاط التي لا يمكن أن تتنازل عنها النقاط الاستراتيجية تعتبر ومنهم هذه النقاط هو موضوع إدلب وهنا تكمن أهمية إدلب بالنسبة إلى تركيا ونرى عندما العالم أجمع على قيام عملية عسكرية والعالم طبل وزمر وهلل بأن هناك سيكون إبادة بحجة أن هناك أصبحت مكبى وكرا لكل الإرهابيين في العالم قامت تركيا بالمبادرة المشهورة في سوتي وتم توقيع اتفاق سوتي الذي سحب هذه الذريعة ونتج عن ذلك ما يسمى المنطقة العازلة وإلغاء هذا الموضوع الآن لا نقول نستطيع أن الموضوع أو الخطر زال بالكامل ولكن يجب أن لا ننسى بأن تركيا لن تتخلى عن منطقة مهمة جدا استراتيجة كإدلب من ثلاث محاور المحور الأول هو المحور الإنساني جميل جميل هذا الكلام خلينا نحكي بحساب المصلحة البحثة المصالح التركية الأمن القوم التركي ماذا يعني يكون مصير هنا المصلحة التركية في حال تخلت تركيا عن إدلب لصالح نظام الأسد بداية على الجميع أن يعلم بأن هناك تفاهمات أساسية وتفاهمات فرعية وهناك نقاط خلافية بين كل من تركيا وروسيا موضوع إدلب في حد ذاته هو موضوع ضمن النقاط الخلافية ولكن موضوع تسليم أي أراضي أن تكون حدود مشتركة مع تركيا بينها وبين النظام هذه من ضمن التفاهمات الأساسية التي تركيا تفاهمت معها معروس يجب أن لا يكون هناك تركيا لن ترضى بحدود مشتركة مع النظام بعد هذه المرحلة هذا متعارف عليه وتم التأكيد عليه إذن ما الذي يجب عمله إما منطقة عازلة إما منطقة آمنة إما أن تكون هناك تركيا موجودة على الساحة وهذا ما تم درع الفراط وروس الزيتون تركيا أملت هذه المناطق منطقة عازلة هي ما تسمي باتفاق سوتي في إدلب منطقة آمنة جديدة نتكلم عن شرق الفراط وعملية ربما تنجح سياسيا وإذا لم تنجح سيكون هناك حل العسكر إدلب تحديدا يا سيدي بالنسبة إلى تركيا هي أهم نقطة لأمنها القومي لا يمكن الحديث عن عملية عسكرية وإلا ستكون هناك حتى أهم من شرق الفراط أهم بكثير من شرق الفراط لأنها تعتبر بوابة أساسية للبحر المتوسط هي تعتبر منفذ أساسي لباب الهوى وهناك سكك الحديد وهناك طرق الدولية التي تربط أوروبا بتركيا بالعمق العربي وبالتالي إدلب حذاتها موقع استراتيجي رهيب جدا